ايه الحكاية؟ انا عايز الاول افهم ايه الحكاية؟ مجموعة كبيرة من اللاعبين العالميين لو بنقول مجموعة كبيرة من اللاعبين العالميين هم مش مجرد لعبين العالميين هم اللاعبي الصف الاول في اوروبا بينضموا للدور السعودي والكلام على اسماء اخرى كمان ستنضم خلال الايام القادمة ايه اللي بيحصل في الدور؟ وزي ما انت قلت كريم احنا كنا كلنا متخيلين ان رونالدو هي البداية والنهاية للنجوم في الدور السعودي ولكن مؤخرا حصل حاجة ما كناش متوقعينها حصل خاص خاصة الأندية في الدور السعودي سندولي استثمارات السعودي استحوذ على الأربعة الكبار بنسبة 75% هيدعم كل نادي بأربع لعبين سوبر ستار بس عشان أوضح للناس مشكلة للناس اللي بعرف الأربعة الكبار اللي هم الهلال والمصد والأهل والتحاد جد تمام مزبوط الأربعة الكبار دول هيدعم كل نادي فيهم بأربع لعبين سوبر ستار من الصف الأول اللي هم اللي زي كريم بن زيمة زي كانتي في الاتحاد زي مندي ولسه فيه نجوم تانية كتير وغير كده كمان أسماء كتير جدا وغير كده النادي نفسه يقدر يشتري نجوم تانية يعني مش الموضوع متوقف على أربع لعيبة أربع لعيبة دول من الدولة من سندول استثمارات اللي هو مالك لأنديا غير بقى طبعا دعم الأمراء دعم المحبين للنادي يعني الموضوع أكبر من أربع لعيبة فيه أسماء كتير جت وفيه أسماء كتير هاتيجي طبعا كل يوم حرفيا فيه أسماء جديدة خلاص بقينا نصدق يعني في الأول كنا بنقول لا كريم بن زيمة إيه اللي هيروح الدور السعودي فالموضوع لا ما تقول شعب حكيم زياش قريب كمان يا سيمونو كان قريب دلوقتي الكلام على دخية في النص يعني أسماء الموضوع بقى كبير جدا يعني كمان وصل لمرحلة أنديت الدوري السعودي هي اللي بتنتقي اللعيبة يعني هي حكيم زياش فيه قصة وحدوتة عليه أن النصر رفضه بسبب إصابة لعب طلع صخر من الموضوع ده ما تقول لي قصة الحقيقة في حكيم زياش بص هو القصة الحقيقة من مصادر يعني مقربة من حكيم زياش هو الموضوع فيه خلاف على بنود في العقد النصر بيضغط بطريقته أنه طلع أن اللعيب مش عايز يتعرض يعني اللي كشف طب وبتاعه هو قال لهم أنا مش هسافر أنا عايز علشان تعملوا كشف طب علي في الدولة اللي أنا موجود فيها هو تقريبا موجود في المغرب حاليا فقالوا لي نعمل في أسبانيا فرفض ففيه خلافات على العقد فطلعت إشاعة أنه هو مصاب في الرجبة هو رد على الإشاعة دي صور رجبته عن استجرام منظم صورة يعني اللي هو بيتهكم عليهم فتشيلتي عايز يبيعه ما فيش عرض رسمي يوصل للنادي تشيلتي من أجل حكيم زياش غير من نادي النصر فهو تشيلتي بيدغط إليه علشان يبيعه والنصر بيدغط علشان يشتريه بشروطه الخاصة فلعب في النص واقف حائر ما بين إسم الله اشتركوا في القناة